أعزائي مشاهدين أهلا بكم معنا وفترة مفتوحة زينة وطعم البيوت برحب بحضراتكم وبرحب بزميلتي العزيز وعقد المجيد منوار يا دوتو منوار بيكي للسوديو وإن شاء الله برنامج بالسادة المشاهدين سعيدة أنا بقدم حلقة معاك ويا رب حلقتنا تعجب مشاهديننا ومتابعيننا وكالعادة إحنا بنقدم فقرات متنوعة بنكمل بعض فقراتي وفقرات منا بنتكلم عن كل المواضيع الممكن تكون تهموكو والأخبار أيضا عندنا مواضيع بكم الأسرة المصرية بكل أفرادها المرأة وكل أفراد الأسرة المصرية نتمنى حلقتنا النهارة تعجبكم ودلوقتي هنديكم فكرة سريعة عن مواضيع اللقاءات بتاعتنا النهاردة وأول لقاء مع مونة الوكيل الفقرة بتاعتنا الأولى هتكون عند السمنة عند الأطفال إزاي نقدر نكافح السمنة عند الأطفال إيه المشكلة؟ هل هي مشكلة في الجينات؟ هل هي مشكلة وراثية؟ مشكلة اللي احنا بنقدمه لأولادنا ده اللي هنعرفه من خلال الفقرة أولى وزينا أنا بتكلم عن المرأة المصرية واللي حققته من إنجازات الفرص المتاحة لها في السنوات الأخيرة فرص كتيرة جدا في كل المجالات مش بنتكلم على مجال بعينه وده نتيجة جهود الدولة بمؤسساتها بمؤسسات المجتمع المدني فأصبحت المرأة بتمثل تمثيل كبير جدا في مجالات كتير اقتحمت مجالات ما كانتش متاحة لها من قبل ده غير بالإضافة للتمكين عموما الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المرأة المصرية العادية إحنا بقينا نشوف صاحبات مشاريع كتيرة جدا سواء كانت صغيرة أو متناهية الصغر وإن شاء الله يقتحموا مجال ريادة الأعمال هنعرف تموحات المرأة ايه للفترة القادمة ومطلوب منها ايه من خلال فقرتي إن شاء الله بيتنا أحلى دي فقرة بتاعتنا التانية في زينة وهنتكلم عن الجديد في الدكورات سواء اللي هو الكلاسيك أو المودرن واللي زي نقدر نعمل بأقل التكاليف إن احنا نغير أو نزبط بيتنا بالشكل اللي يخليه بيت شكله مريح للي قاعدين فيه ده اللي هنعرفه من زينة أنا عندي فقرة بنت مصرية بصديف فيها بنت مصرية أنا بنت مصر بنت مصر وهي حاجة بصراحة تدعو يعني للفخر بجد النماذج اللي بنصدفها سواء أنا أو مونة في البرنامج أو عموما في حلقات البرنامج كلها فعلا حاجة بتخلينا نحس منتهى الفخر وبتبقى فقرة ملهمة بجد لنا وبتدينا الطاقة إيجابية البنت اللي أنا مصدفها اشتغلت على نفسها وحققت جزء كبير من تموحاتها وحلمها وعملت مشروع خاص بيها مشروع اسمه الورشة بتعلم فيه الأطفال الحرف اليدوية والفنون عموما هنتعرف عليها هنستفيد إن شاء الله من خلال حكايتها لتجربتها والتحديات اللي قابلتها وازاي وصلت للنجاح ده بكده إحنا قدمنا لكم فقراتنا النهاردة في البرنامج بعد الفصل تلتقوا مرة أخرى وتبدأ معكم هنا قولة فقراتنا أهلا بكم معنا وإحنا بنستعرض أخبارنا النهاردة من وزارة الصحة أول خبر وإحالة أكثر من 250 ألف مواطن لإجراء الفحوصات المتقدمة للأورام أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الصحة العامة للمواطنين وضعت مصر على الخريطة العالمية وتم إحالة أكثر من 250 ألف مواطن لإجراء الفحوصات المتقدمة وذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الخبر الثاني التضامن دعم 581 ألف مشروع لتمكين السيدات بنحو 4.2 مليار جنيه شهدت الدكتورة نيفيني قباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إطلاق المرحلة الثانية لمشروع يدويات البحر الأحمر والذي أقيمه بالمطحف المصري الكبير ويهدف المشروع لدعم أكثر من 200 سيدة وفتاة في نطاق البحر الأحمر وذلك من خلال تمكين النساء العاملات في الحرف اليدوية من خياطة وطباعة وتطريز وخيامية وصناعة الحلية بكده خلصت أخبارنا لكن فقراتنا مع حضراتكم هنبدأها أول فقرة بعد الفاصل مباشرة أعزائي مشاهدين أهلا بكم معنا في أولى فقراتنا في زينة النهاردة بتنكلم في موضوع مهم جدا ومحتاج أن نسبة الوعي في التعامل معها تكون كبيرة وهي خطورة السمنة بشكل عام وعلى أطفالنا بشكل خاص وده اللي هتراحه على ضفتي الكريمة في هذه الفقرة دكتورة نهالي الغنيمي إخصائي التغذية العلاجية أهلا بحديك من وراني أهلا بك يا رسيدة نوري إزاي نقدر نعرف إن الطفل أو الطفلة أطفالنا يعني في مرحلة بقى داخلين على مرحلة السمنة طيب جميل قوي إحنا ممكن نقسمها الحاجتين لو أنا أم أو أعرفها إزاي من عند الدكتور بداية الأم عشان تروح لخطوة تانية للدكتور متقصص تمام كده طبعا في علامات أنا كأم ممكن أشك جدا إن أنا عندي طفل عنده قابلية كمان للسمنة أو قريدي عنده سمنة تمام يبدأ مثلا محيط الوسط عندي ألاقي زيادة بيزيد محيط الوسط ألاقي لبسه من غير ميزان ولا أي حاجة ما استخدمش ميزان مع الأطفال ويا حبيبي ما يكونش بيأكلك بنعم ولا بيأكل كتير ممكن جدا ما يكونش فعلا بيأكل كميات كبيرة اللي تخليه كده فألاقي منطقة الوسط بدأت تزيد هو مجهود قليل مقارنة بصحابه مش قادر يعمل مجهود كبير عنده اضطرابات في النوم عنده كمان شارها للحلويات والأكل يا حبيبي دي أبدأ أشك إن أنا ممكن إبني يكون داخل المرحلة دي وعنده قابلية كمان للسمنة تمام طيب دور بقى الدكتور لما نشك واخده يعني إحنا لازم نعمل تشاكب كده في السنة مرة تمام مش زي بقى الكبار بنحط على إن بادي ونشوف لا إحنا بنعمل متخصص التغذية أو الدكتور الأطفال بيشتغل على تشورت اللي هي منحنيات النمو تمام كتلة جسم الطفل الطول على الوزن بتاعه على طوله بالميتر سكوير وبيتحط على التشورت اللي هي منحنيات النمو يعني فيه خريطة بتبقى قايتز أو بتوضح للطبيب أو الطبيبة إن دا فيه إحنا داخلين في مرحلة مرحلة الزبتة كده مش بس كده كمان التشورت دا بيوريني إحنا في أنهي مرحلة تمام طبيعي ولا في زيادة أوفر ويت ولا أوبيز بس ولا السمنة المفرطة أو الشديدة تمام ومن هنا بقى نبدأ نتعامل إحنا في أنهي مرحلة تمام إحنا عشان نتكلم عن السمنة لازم نقسم أسباب لهذه السمنة ممكن تكون الأسباب جزء وراسي وخصوصا أن في بعض العائلات بيبقى عندهم سمنة وخصوصا في بعض الأماكن بتبقى معشورة أو معروفة في هذه العائلة إن هما عندهم سمنة في هذه المنطقة مازبور فيه مشكلة تانية مشكلة إن بعض الأمهات بتستسهل وبتقدم طبيعة الأكل اللي هو إحنا يا فاسفود الوقتي كمان الدنيا غلية وعندنا يعني ما بنتعملش الوقتي خلاص مع الحاجات الفاسفود الوقتي لكن هي بتقدم له كده حاجات فرايد ماكارونا حتى ما بتهتمش بطبق السلطة وعشان تلهيء تروح مع أعداء قدام التلفزيون يتفرج على كارتون ويتفرج عشان هي بتعمل حاجات تانية هي مش إهمال منها بقدم هي بتبقى مرهقة جدا وعندها حاجات كتير بس هي بتدخل ابنها وبنتها في مكان تاني حاديك تقريبا قلت كل العوامل البيئية اللي احنا مفروض نبعد عنها طب خلينا لأول جزء من السؤال وراسة للأسف أجزء وراسي ولكن مش مصيري أحييكي على ده يا دكتورة نهال لأن في بعض السيدات بيبقى عندهم حالة من القلق عشان هم عارفين أنت جزء وراسي وبيفقدوا الأمل في التعامل والمثابرة مع أطفالهم خالص خالص ده احنا ممكن نعمل سويتش للجين كمان كمان اوصلنا من لهذه الدرجة اه حاجة اسمها متابوليك بروجرامنج ليبدأ من امتى من أول الست الحامل من أول الحمل أقدر أنا لو لو أنا عندي تاريخ وراسي في العيلة سمنة أقدر جدا لو دخلت الحمل وزني مضبوط أحافظ على أكلي في الوزن هي الزيادة في الحمل من 11 إلى 16 من 11 إلى 16 كيلو دي زيادة طبيعية تمام في الحمل كله تمام لو حافظت على أكلي أنا كده بمنع أن الجين ده يقوى عند الطفل بتاعي جين السمنة يعني احنا فيه أمل من البداية جدا من بداية الحمل جدا تمام طيب بعد الحمل تمام أول حاجة بتحميل الطفل من جين السمنة الرياضة ساري الرضاعة الرضاعة الطبيعية تمام الرياضة بعد كده مستقبل لا ده بعد كده دي لازم الرضاعة طبيعية أول 6 شهر تمام تبقى رضاعة فقط ليه بقى لبن الأم الدهون بتاعته غير تماما طبعا الدهون اللي في الفورميلا اللي في الألبان الصناعي طبعا مناعة بيتأولي البروبيوتكو المايكروبيوم اللي هي البكتيريا النفعة تمام كل ده بيحميني من السمنة إذا كان الوقتي بيعملوا الوقتي من لبن السرسوب لأو في البداية يتعامل بيه أدوية أيوة مظبوط لأنه مليان بقويات المناعة والأنتي أكسيدنت والفيتامينات والبروتينات اللازمة للسن ده تمام زي ما قلنا كمان بيأولوا البروبيوتكو دي خط دفاع أول ودفاع للأم نفسها لأنهم اكتشفوا أن الرضاعة مش بس مهمة للطفل دي مهمة للأم كمان جدا بيطاقي من سرطانات كمان أيوة مظبوط تمام فدي العوامل الجينية وأتحكم فيها الزيل هايل حلوة أوي العوامل البيئية بقى هو مش جين بس يعني مش خلاص ومش مصيري زي ما قلنا يعني مش لازم لو أنا عندي سمنة بالتبعية ابني هيطلع عنده سمنة لو تحكمت بقى في العوامل البيئية زي ما حديك قلت كواليتي وفلايف اللي احنا بندهين أيوة اللايف ستايل بالضبط أنا لازم أركز في اللايف ستايل مش كمية الأكل بس الكواليتي بتاعت الأكل نوعيات الأكل كل اللي حديك بقى قلتين السكرين تايم أو لو خدنا كده لو قلنا مثلا نعمل إيه نعمل رول كده مثلا مبسيطة أو اسمها خمسة تنين واحد زيرو فايف تو وان زيرو خمسة تنين واحد زيرو تمام نفسرهم بقى نفسرهم بقى احنا هنبدأ خلاص بعد ست شهور ده هندخل أكل تمام تمام أوكي فاحنا هنهتم طبعا بالخضروات والفاكهة لأن من السن الصغير ده ممكن يتقبل الخضار والفاكهة وممكن لو تأخرنا ما يتقبلهاش خالص تمام أنا أتفق مع حديك تماما فخمسة تنين واحد زيرو دي ايه بندخل خمس حصص خضار وفاكهة ادي خمسة تمام ادي خمسة اتنين السكرين تايم أو وقت المشاهدة التليفزيون نعمل تحديد يبقوا ساعتين ومش على بعض لا ساعتين متفرقين طبعا يعني طول اليوم يبقوا ساعتين تمام الكلام ده الخمسة تنين واحد زيرو ده في اليوم يقول واحد دي ساعة رياضة سواء رياضة خفيفة رياضة تعالى نطلع سلم تعالى ننزل نركب عجل تعالى أي حاجة تمام زيرو عصاير ومشربات غزية اه تمام اتفق مع حضرتك ومعليش حتة الرياضة دي مش لازم الكابتن اللي يقول على ده لازم يلعب سباح احنا بقينا الرياضة حتى الامهات الوقتي بتناملها بشكل تنافسي ضيع قيمة الرياضة يعني انا الوقتي بقيت ابن فلانة صاحبتي وجروب المعمز وبتاع بقت حتى الولد مش بيخلوه او البنت مستمتعة بنيتا الرياضة الرياضة بيتعندين كده وبتأكلوا في الطريق طبعا بيأكل راجع من مدرسة تاخدوا بهدومه مع حضارة هدوم الرياضة واللانش بوكس ده في الفرايد والمكارونا ايوه بالضبط كده ففعلا حديك قلتي نقطة مهمة جدا بقت سترسفل بقت بتحطيني تحت سترسفل ضغطة جدا قوي لدرجة ان هو هيكرهها لدرجة ان هو تلخبط لي هرموناتي ترفع لي هرمونات الكورتزول ممكن يبدأ يعبي ميا نبدأ نتوتر النزاد في الوزن شوي مع انه ما بيأكلش ميا وسترس فطبعا الرياضة اللي هو بيحبها فلو مشينا بالرول دي بسيطة جدا خمسة اتنين واحد زيرو تمام نقول حاجة تانية احنا بنعملها لو لدنا التلاجة او اللي محطوطة على ترابيزة المطبخ احنا يمكن نبقى حاطين حاجات مفيدة لي ولنا احنا ككبار وممكن نبقى حاطين حاجات كارسية سناكس اللي احنا بنحطها والحاجات اللي هي عليها مواد حافظة من بطاطس من حاجات كده ويفتح التلاجة يلاقي تشوكليت ويلاقي بودينج مش معمول يعني بودينج مش هي الام اللي عاملها حتى الجيلي مش هي اللي عاملها فم معمول من بره فايجي يلاقي الحاجات دي كلها وتقوله طب كل حاجة تسلى فيها لغاية لما خلص الاكل مش كده؟ فيه نقطتين بقى حنا الطفل ما عندوش ارادة وطبعا احنا مفروض نبقى رول مادل يعني لو انا خايفة فعلا ان الطفل ده عندو قابليه للسمنة وانا خايفة عليه لازم اكلي انا واكل البيت كله يبقى الاكل اللي هو هيكله اه طبعا ولا هجيله ولا هتعمله قسمة نفسية هي دي بقى اللي لازم هنتكلم عليها اكيد فلازم احنا نبقى رول مادل اساعده انا بساعده ان الاكل كله اللي في البيت هو ده الاكل الصحي اللي هو مفروض ياكله يعني ماينفعش مثلا خلاص هو بدأنا ننظم اكلنا ونقول هنمنى حاجات معينة هو فعلا ما عندوش ارادة ما عندوش قرار كمان هو مش صاحب اتخاذ قرار تمام ويجي بابا بقى من بره جاب الحلويات ويقولك ما تاكلوش انتو منها ماينفعش والمصيبة الاكبر يا دكتورة نيهال لما يبقى فيه مشكلة بقى ان فيه طفل بيميل للسنة وطفل اخر بيميل للنحافة وهنا الام بتعمل حاجة قصبا عنها ان هي بتقلل الكمية الاكلة للطفل ده وتاخد من ده وتحط لده اصلا اخوك ضعفان انت عملت اكل طول النهار انا هنا تنمرت على ابني من غير مقصد ده قبل بقى حتة التنمر اللي حداك قلت عليها دي مش بس بتديله كمية اكبر من اخوه دي بتديله نوعية مختلفة هو ده ياخد شوكليت وياخد عصير لا ده انت متاخدش اصلا انت مليان على فكرة انت بتضر التاني بارتو ايوه بتضر التاني بارتو خلينا بقى نتكلم في حتة التنمر دي لو مخدتش بالي ان ابني عنده قبلية للسمنة او وزنه زيادة شوية اصلي فيه امهات بتحب احبه محبه وخطير واخده ففعلا فيه امهات بتحبه كده لو مخدتش بالي من كده هو بيبدأ في المدرسة مش قادر يشارك مثلا في مطش كورة مش قادر مثلا يلعب مع اصحابه تمام فيبدأ نفسيته تتأثر هيقعد يأكل جدا تمام المشكلة بتزيد اكتر بعد كده يبدأ يعتزل الناس مصصصحابه بيترياو عليه اصلا هو مش عارف كل ما يجوا يلعبوا مطش مش عارف ينزل يلعب معيهم فهي دي بقى مشكلة نفسي دي من برا البيت طب نيجي لجوه البيت بقى محدش يتكلم على وزن قدام الطفل تمام ما قولوش اصلا انت لازم تخس بص شكلك بقى عامل ازاي وتوزنه اول ما يصحى من النوم وتوزنه بعد ما ياكله وتوزنه مشكلة خطيرة جدا امول اتكلم على ايه لو عايزة انصحه او طفل واعي شوية بقى او كبر او من ستة ل 11 سنة دي سنة حرك شوية عن صحته احنا هنكل ده عشان صحي اكتر عشان هيتكتور انا كمان باكله معاك لان انا بحبه قوي لان انا بحب اللي انت بتاكله فدايما انا لو متعودة كبيت احنا بنبدأ مثلا بطبق الصلطة اللازم الالياف دي مهمة جدا هبدأ بطبق الصلطة والبروتين بتاعي وبعدين النشويات محدش يقطع نشويات الاطفال ما ينفعش بيتجينا كوارث قولك ده احنا قطعنا القرب خالص عشان يقدر يخص اصلي كان عمده بطولة ايوه ده يخد بقى من عضلاته للخبط هرموناتو تعمل لخبطه في حاجات كثيرة جدا نبص نلاقي بقى شعر بيقع يا حبايب لله شحو بقى في الوقت مجهود قليل مجهود قليل جاله انيميا فاحنا بنعالج غلط ما فيش يعني من اثنين لست سنين ما نفتيش مع ولادنا برضو ما نفتيش مع نفسنا لان يعني ارجاعوا قدوا لعيش لخبازوا بالضبط يعني لدرجة ان احنا من اثنين لست سنين ما فيش حاجة اسمها منع وما فيش حاجة اسمها اقل السعرات ممنوع اقل السعرات سعرات دي بنعملها لينا وحتى برضو بتبقى تحت ضوابط ايوه مظبوط تحت ضوابط باخد من كل العناصر الغذائية تماما لازم احقق كل العناصر الغذائية في الوجبة بتاعتي فما بالك الطفل اللي لسه بيتول وبينمو وعضلاته بتكبر ما فيش حاجة ممنوعة من العناصر كلها الاساسية لو احنا بيجي لحضرتك يقولك ده ابني او بنتي بيشموا الاكل لكن بيتخنوا وما فيش عامل وراسي والام بيشم الاكل هي الام تكون اصلا موكلة قد كده وتيجي لحضرتك وتبقى بالدموع وتقولك يعني ده بيشم الاكل عامل ايه بيشم الاكل ويدخن هنا بقى هفكر في حاجتين الاول هصدقها وطلب تحليل ممكن يبقى فيه مشكلة مراضية في الغدة مثلا او مشاكل مراضية تانية ممكن تعملي كده فعلا تاني حاجة هدق بقى طب هو بيأكل ايه هتقولك يا حبيبي ما اخدش غير ثلاث حتة فراخ مثلا ومع ثلاث اربع معالق مكارونا او ثلاث اربع معالق روس طفين الخضار طفين السلطة حتى ده يعني هم حتى ممكن تجيدي مثلا سنتين وتقولي ده ماكملش التفاحة على فكرة وحسته نص تفاحة كمان ايوة فاحنا فعلا لازم يبقى فيه توعية الكمية والنوعية انا ده يعني خير ختم لهذه الفقرة اللي انا اتمنى ان هي اللي بقى لينا تكرار ليها مع حضرتك النوعية والكمية وان احنا يبقى عندنا الوعي في التعامل مع اطفالنا عشان نقدر نعدي بهم فترة الطفولة دي او فترة النمو بسلام وبدون ما يكون عندهم مشاكل تأثر على نفسياتهم بشكر ضفتي الكريمة دكتورة نهال الغنيمي اخصائي التغذيل عليك نورتيني ربنا يخليك يا فانده هنشوف عظيمات مصر ودكتورة بنت الشاطئ